الخبر اولي عادنا عن امراض اليوتيوبر اول شي اللي هي سيد ربيوتي يا حبايب اللي نزلت على حسب بالانستجرام شوية ستوريات وبهذه الاستوريات تشت كتب بيها نصارها يومين هي مرضانة مثل ما شايفين فالله اش فيها يا رب ما بيها لخير وعافية ودعونا يا حباب بالكومنتات الله يش فيها يا رب اما منسب اليوتيوبر الثاني والي هو احمد ابو ربيا حبايب فنزل شوية ستوريات كان دي وضحنا بيها شون السبب غيابة عن السوشيال ميديا والي هو بسبب انه صوته مبحوح يا حبايب على كلنا صبعا صار تضحك عليه ولكن بنفس الوقت هو صار اعلننا انه صورنا فيديو راح يزل قريبا فراحطوكم من استوريات مالتا شوفوها يا جماعة اليوم صحيط صوتي رايح 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 انه عشان الناس يفهموا طب يفهموا والله يا تبطلق صوتي اكسب الله بنصبح كل ما احكي مع واحد بصير يضحك شو هات شو هات طلعوا برير شبت شامتي فيي ومشكل هي لعدتني هي لعدتني للأسف يا الله يا جماعة صورت اليوم فيديو يوتيوب هيك صوتي مش عارف اذا هل تقدر تحضروا او لا ننتقل حاليا الياري يا حبايب وشوية معلومات عنها فنزلت هذا الاستوري الي كشفت النبي هوايا حقائق عنها باسم الاول شي يا حبايب انه هي تخاف من العتمة وانه ما تقدر تنام بالليل اذا ما شغلت فلاش تليفونها باسم المعلومة الثانية انه هي عادة ميدالية بالركض مسابقة لما كان عمرها 14 سنة ومعلومة الثالثة انه اشتغلت بروضة اطفال موسب انه هي ما عادة فلوس قالت وانما بس تريد تجرب شعور المسئولية بعمر 16 سنة بالضاف انه هي تدربت تايكواندو لما كان عمرها 8 سنين ولكنها سافرت في تركة تايكواندو والمعلومة الاخيرة انه هي عاشت ست شهر واحدة وعمرها 16 سنة فكتنا يا حبايب بالكومنتات هتش تعرفون هذي معلومات عن يارا؟ او لا وعن سرت يارا يا حبايب ان نزلت هذا المقطع اللي كانوا يا هذي الشخص مقطع اللي الضحك مو اكثر ولكن عساس هذا الشخص حبيبها راح تلكم هي اشوفوا انا ما في تنتين مثلي هانية بنت عالم وناس وبنت عائلة منظومة رشقة كويسة صوتي ما بيطلع وفوق كلهاد زارعتلك حياتك بستان ورود على اولاد فؤاد الله يرحمه نعم نعم لا زرعلك بستان ورود شاش راس مش بك حبيبي ليه صوفم في هي هي لكوني كدية ومالي عرفاني خيام الروح حاليا روزي يا حبايب وهل هي خطبت فنزلت هذي اللي سوري كان يسئلوها انو هل انت فعليا خطبتي قالت مجرد عمرها حاليا 18 سنة فبعدها ما خطبت بالاضافة انو طلبوا من عدة صور ويابوها امها وحطت ذول الصور فاكتنا احباب بالكومنتاج شو ريكم بهذا الخبر ننتقل حاليا نورمار وليش هو حزين فبارحة كلها يا حبايب هو منزل ولا ستوري مجرد هذي الستوري شحط باغنية حزينة وبنفس الوقت كان قاعد على البحر على الشطنة ما شايفين فاكتنا يا حباب بالكومنتاج شو ريكم عن سبب حزن نورمار انتقل حاليا يا حبايب القمر الطائم والشيishi الغريب اللي كي سوى طيلة انها وضعها اللايك التصميم قاعد يسئلوها الانولين متون شايفين يا حبايب قاعد يبحطوا الاكساءات على الانولين وهي حاطت لايك لهذا التصميم متون شايفين بدلين طالق كدامكم انه قمر طاياحة لايك للهذا التصميم فاكتنا الى الكومنتاج تتوقع انها يحطت لايك سبب غيرتها على النورمار لانهي تحبه وحاليا او يتادرها رايحة الانولين او مجرد حطة لايك بالغلط مادر استراحك منها بكومنتات وقاعاتكم ننتقل حاليا البيسان اسماعيل يا حباي بتنزيل هذا الستوري دا تعلم من خلاله لان راح تنزلنا حفلة 9 مليون مقطع اليوم وبالخدام على الستوريات الغيث مرواني يا حباي بستوريات شوي تضحك انه عساس اهلي قاعدين يفضحوه انه يحط ميكياج استوريات تضحك شوفوها عجي السؤال مرة ثانية انه عندك حمرة لون بايش حصر ضبي بنتك هه كيف ديكون عنديnak حمرة اتوار كيف ديكون عندك حمرة هذول مش اللي او لا الي لا الي لا الي لسه عندك حمرة مسكرة عندك خمرة و sugar يا لا لي لا علي لا علي الله ليك ماذا قدوكم كانت انت عم عزل لك الأخزاني ولقيتها وضكيت شوي اوكي خلصنا الصور اللي وهم من كل عالك عم تنكشي أستغفر الله طلافين 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 انت لما كان يجوك غراد سيفوريا وين هن؟ المسكات اللي كنت تحطن وين هن؟ ضاعوا لا اشتغفر الله اشتغفر الله بوصول الحبايب نوصلة المقطع فتروا بطبع لايكات وبهيس جانك وفيزين ما قالت بماكت للخصص أحبكم مع السلامة